الفردة والطبيبات الدكتورات الحكيمات لكنهم لا قروا ميديسين ولا ميديكل ولا حتى بعرفوا H2SO4 كانوا بيمنعوا الزول يقعد نصف الضل ونصف الشمس وكان لقوا واحد راقت في راقوبة فيها فتحات بتنزل بعض الشمس يصحوا يقولوا له يا زول انت داير يجيك وجحلك قوم من الرقراك تعرفوا الرقراك يا شباب دا ولا اندومي ولا بطل دي بقع الشمس اللي بتدخل من العرش البلدي في الرواكيب والبرندات الموجودة في كل ريف السودان او ضل الاشجار عليكم الله الساعة زيروا شتت الرقراك دي وجع الحلق دي يصرفوها فيات صيدلية اهلنا حكم بلا عيادات ومشخصين بلا معامل طيب ما دام دخلنا من باب الحبوبات والاصول تعالوا نعرف ونحن اهل المعرفة ان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحد يعني الواحد ما يمشي في جزمة واحدة او فردة شبط او دي الفردة ان احنا قصدنا وتعاش شوف الشاب المستعجل دا داري حصل الماء بتحصل ويشيل الماء بينجط ماشي بيقدارة واحدة وحيرعب بيها كان يميني ولا يساري عائل ليهم ماشي زي الركشة لما تنفس واحدة من حجلاته الورا المشي في نعل واحد بيخرب وزنة الجسم الربنا خلق زوجي كان من برا ولا كان من جوه يدين اتنين رجلين انفين اهينين وتعال جوه وقل اهل لوزتين ولا يمدي طالع موضة اللوزة التالتة عند الاطفال وبرضو في الكليتين المهم انه المشي في نعل واحد انها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيخلخل وزنة الجسم خاصة كان الزول داوم عليه والصورة جناه دي من الرجراج لغاية الغمز بحين واحدة كان طول كله بيكون صورة ما لا طيب يا اطبا ويا ابا ويا امهات او لاحبين او حتى حاكمين والحاكمية لله لو طبقنا نظام الفردة دا بنفرتق وما بنجيب اربعة صفر يعني بالواضح لو ما اتفق فريغة الصدارة في الدور الداخلي لما يلعب خارج البلد في الفريغة الغومي يقول لي ابن فردة فردة يعني زي الملوخية المورقة لكن ما مفروقة زول فيكم جربة وبرضو في السياسة كان الحكومة لعبة بقراع يمين والمعارضة لعبة شمال الاثنين بيبقوا ضعاف يعني بالواضح والحوار شغال وماشي وماشي وداخل خط ستة نحن حايزين نقول ان الحكومة الدائرين تكون قوية لازم تجمع اثنيناتا المعاها وما تهمش زول او تخط بس ديكور وبرضا دائرين المعارضة تبقى قوية وتلم كل اللي عنده راي في المعارضة ولما تكون الحكومة قوية والمعارضة تبقى قوية والمعارضة لم تبقى قوية الحكومة تبقى قوية وزي ما بيقول المثل الما بيكتلك بيقويك ولما الاثنين ابوا قويين تقول رب العالمين بتبقى الصورة معدولة والضفتين بيخلوا الماء يتمشي في مجاريها وده المطلوب اثباته زي ما بيقوله ناس الرياضيات وناس الزاويتين المحيطيتين متساويتين لكن اذكروا انه الزاوية المركزية المركزية هناك طحفة كل واحدة منهم وبالتالي الدائرة بتكون موزونة الا اذا نقصت واحدة من المحيطيتين او قوية وزادت الزاوية المركزية وبعد ذلك يكون الكيل بمكالين والحصار والاجاويد ودول الجوار ولما نمشي بين حالين اثنين بيستوي الجسم ولو ما ماشينا بيهنا الاثنين حييجي الصداع النصفي والموت الدماغي والالتهاب الأزن الوسطى ويجر سومة المهدة وتتقفل السدود وتتعطل البنود وما بنبقى يوم داك سودانية وسود ولا سود وهن زمان قالوا اليد الواحدة ما بيصفق واسرع لما الفردة يا فردة اجيب المازون لان وصية الدين تناكحوا تكاثروا فاني مباهم بكم الامم سامعين يا فردة او عرق راك والسرعة فوق الدقدة سورة دي مغنوبة لازم نعدل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة